احنا في وقت مهم جدا ان الكل يشارك والكل يسند ويدعم ثقافة التكافل والعمل الاهلي والمجتمع المدني اللي بالتأكيد لدور كبير جدا ومهم جدا في توصيل الخير للأسر الأولى بالرعاية والحقيقة احنا عندنا تجربة مهمة جدا للتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي وحنا في عام 2022 ده عام المجتمع المدني اللي على طول موجود بمبادرات في كل المحافظات عشان يساعد في تخفيف أي تداعيات للأزمة العالمية اللي طبعا لها تأثير على الأسر الأولى بالرعاية من ضمن المبادرات دي حملة اسمها ستر وعافية والحملة دي انطلقت امبارح في محافظة القليوبية واللي شارك فيها 13 مؤسسة وحوالي 2000 متطوع من مؤسسات التحالف الوطني يعني الحقيقة عبد الصمد احنا النهار ده لو احنا ما شاركناش والمجتمع المدني شارك مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل عارفة ايه اللي بيميز الفترة دي تحديدا بسانت عن غيرها من فترات او قهود سابقة ان اصبح في حالة من حالات التداثر حالة من حالات التكاتف كل متكاتف علشان عارف الهدف بتاعنا ايه في وحدة الصف زي ما بيقولوا علشان وحدة الهدف اللي اصبحت موجودة طيب بيعمل ايه التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي او قالت بسانت ستر وعفية ستر وعفية دي حملة موجودة في الاليوبية الحفلة دي بتستهدف حوالي الاليوبية بس عشر تلاف مواطن من الاسر الاولى بالرعاية طيب هيعملوا ايه هيقدموا لهم حزمة متنوعة من المبادرات الاجتماعية زي توزيع السلع الغذائية زي مستلزمات مدرسية وملابس جديدة ده غير كمان ان هيكون فيها قوافل صحية بتقدم خدمات الكشف والعلاج مجانا في كل التخصصات لأهالينا في محافظة القليوبية مش بس كده لا ضيف كمان على ده مبادرات توعوية زي التوعية للوقاية ضد امراض سرطان الثدي والتوعية بشأن الصحة الانجابية يعني احنا كده بنتكلم في منظومة خدمية منظومة اجتماعية منظومة متكملة بيستفيد منها الاهالي الاولى او الاسر الاولى بالرعاية وده الدور الحقيقي والمهم اللي بيعمله المجتمع المدني وخاصة التحالف الوطني للعمل التنموي زي ما انت قلت يا بس الحقيقة التضافر ده يعني مش وليد اللحظة يعني بقاله فترة والوعي ده عندنا بقاله فترة وعلى فكرة دي الحملة رقم اتنين لستر وعافية لان الحملة الاولى انطلقت في سهاج وتحديدا في قرية اولاد عليوة بمركز بالينة بمحافظة سهاج وكان فيها قوافل طبية وبيطارية وزراعية وكمان كان فيها توزيع مواد غزائية ومستلزمات دراسية وكل ده كان بيتقدم بشكل مجاني للفئات الاولى بالرعاية بالمناسبة التحالف الوطني للعمل الاهلي بدأ يشتغل على الارض بشكل رسمي من شهر مارس اللي فات ومن وقتها والحد النهاردة دايما بنلاقي التحالف موجود وبيدعم وبشارك في كل المبادرات اللي هدفها هو التخفيف طبعا من العب اللي موجود عن الأسر الفقيرة ومساعدة الفئات الاولى بالرعاية مارسة التواجد اللي على الارض ده إن كان بيدل عن شيء بيدل اللي هو كيان ولد كبير كيان حقيقي كبير مش بشكل منفرد لا هو كبير بكل أو بعدد المؤسسات اللي موجودة فيه إن فيه تقريبا 24 مؤسسة أهلية من المؤسسات الكبرى زي مؤسسة حياة كريمة مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرية وجمعية الأرمان بنك الطعام كمان موجود في هذا الكيان بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير وغيرهم كتير بقى من المؤسسات اللي موجودة في هذا الكيان الـ 24 مؤسسة اللي احنا بنقول عليهم علشان كده بيعتبر هو جزء من منظومة شبكات الحماية المجتمعية اللي بتقدم دعم حقيقي للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية اللي بتلقي بظلالها على الجميع وكلنا عارفينها يعني مش محتاجين اللي احنا نشرحها لحضراتكم دلوقتي لان يعني بقى لنا كتير بنتكلم فيها الصراحة وأصبح يعني معلومة لدى الكل ويمكن أخرها الحرب الروسية الأوكرانية بالتأكيد أثرت على عدد من المواطنين على عدد من أصحاب الدخول المنخفضة والأسر الفقيرة علشان كده بنقول أنه من المهم جدا أن المجتمع المدني يكون مشارك يكون فعال ويكون متواجد وسط الناس بالمبادرات والحملات الخدمية والاجتماعية اللي يعني بتأثر على تقليل شوية من حدة هذه الظروف الاقتصادية على أي حال هو عمل محمود وعمل يعني كلنا بنشارك فيه وكلنا لازم اللي احنا ننوع عنه وكلنا لازم نشاور عليه علشان خاطر هي حاجة إيجابية بتحصل في مصر وهي دي مصر الجمهورية الجديدة اللي الكل بيعمل فيها والكل بيتكاتف علشان نخفف الضغوطات والجهود من على كاهل المواطنين صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر جمعة مباركة عليكم